ويمكن أخبار عن طريق الأرجنتين الأرجنتينيين بيرسلوا دلوقتي رسائل عبر الفضاء إلى النجم الراحل ديجو أرماندو مارادونا من خلال طائرة تانبو دي تين بي اس أسف أبواب الطائرة ستبتتح لمشجيع النجم الراحل وهتزل أبوابها مفتوحة لغاية 21 أغسطس وفي مطار مورون بالعاصمة الأرجنتينية بورنس آيريس الطائرة تحتوي على نظام بيتيح للزوار فرصة إرسال رسائل للنجم الكبير مارادونا سيتم حفظها وإرسالها إلى الفضاء عبر الأقمار الصناعية المشجعين هيكونوا طبعا بوسعهم كمان الحديث عن طريق طبعا نظام الهولوجرام أو التجسيم للنجم الكبير ديجو أرماندو مارادونا اللي بيعمل بنظام الزكاء الاصطناعي وهو قادر كمان على الرد على أسئلتهم يعني كل معظم الرسائل اللي وصلت لغاية دلوقتي والهدف الأسطوري كان على الهدف الأسطوري طبعا اللي سجله ديجو أرماندو مارادونا وساعد الأرجواتين في التغلب على إنجلترا كلنا فاكرين طبعا مونديال المكسيك 86 وده المونديال طبعا اللي فاسد به الأرجنتين باللقب الطيارة ترحل في رحلة يعني عالمية بتزور خلالها سان فاولو كولومبيا المكسيك الولايات المتحدة قبل ما تصل إلى أوروبا ويحتهبط في مطار روما ونابولي طبعا روما ليه ونابولي ليه دول البلدين اللي لعب ليهم الراحل العظيم ديجو أرماندو مارادونا كمان الطيارة هتهبط في الضوحة بقطر أثناء بطولة كاس العالم المنظمين قالوا أن الطيارة هتحمل رسائل المشجعين لديجو أرماندو مارادونا من كل دول العالم تكنولوجيا دلوقتي ويمكن كل الناس بتستغل التكنولوجيا الجديدة كمان في إحياء ويعني الشخصيات العظيمة على مستوى كورت القدم طبعا ديجو أرماندو مارادونا من أعظم من نمس كورت القدم